شدد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزاب بوريل على حل الدولتين لوضع حد للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي مؤكدا أن إسرائيل لا يمكنها بناء السلام بالوسائل العسكرية وحدها هذا وأكد بوريل أنه عرض على وزراء تكتل نهجا شاملا للتوصل إلى سلام دائم لا توجد كلمات لشرح كيف هو الوضع مع مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين ليس لديهم أي شيء بلا ملاجئ ولا طعام ولا أدوية وتحت القناة بالعدد القتلى مرتفع للغاية بين المدنيين فإلى متى سيستمر ذلك؟ لن أتحدث عن عمليات السلام بل عن عمليات حل الدولتين إذا كنا جدين في ذلك علينا دراسة الأسباب الكامنة وراء منع عدم تنفيذ هذا الحل وعلينا أن نعمل معا مع العالم العربي لمحاولة البحث عن حل فمن الآن فصاعد يجب التحدث عن عمليات حل الدولتين الإسرائيليون يزرعون بزور القراهية لأجيال عديدة فالسلام والاستقرار لا يمكن بناءهما فقط بالوسائل العسكرية